تقدم شاب لخطبة أختي وسبق أن سمعت أنه يختلص أحيانا وأشار إلي أهلي بذلك فأخبرتهم بما سمعت عنه ونصحتهم أن لا يستجيبوا لذلك والآن تم الزواج مع العلم أنه كان في وسعي أن أوقف هذا الزواج فماذا أفعل ليكفر عما حدث أفتوني جزاكم الله خير ما دمت قد أبديت النصيحة وبيّنت ما في هذا الشخص ولكن أهلك لم يقبلوا النصيحة وأقدموا على تزويجه فقد أديت الواجب ولا يلزمك أكثر من هذا إلا أنه يلزمك أن تواصل النصيحة للشخص نفسه لهذا الشخص أن تواصل النصيحة له وأن تحذره من هذا الأمر وأن تخوفه بالله عز وجل هذا الذي يسعك وإذا أمكن أن تؤثر على أهلك بمثلا طلب مفارقة ابنتكم منه إذا أصر على هذا العمل السيء وعلى السرقة والاختلاص إذا أمكن أن تؤثر على أهلك وأن تطالب بمفارقة هذا الرجل السيء لبنتكم فهذا شيء طيب نعم فعليك أن تبذل ما تستطيع والله تعالى أعلم شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم